رؤساء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أعلنت قمة رؤساء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالعاصمة المغربية الرابط عن تسمية مصر رئيساً للجمعية لـ 2025 كما رحبت القمة بتعيين مصر نائباً للدورة الحالية اللي بتترقصها إسبانيا سيد النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب ونائب رئيس للتحاد من أجل المتوسط رحب جداً بتعيين مصر رئيس للدورة القادمة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقال إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية وإن التحولات العالمية بتتطلب تضامناً أكبر وتكاملاً أعمق في المجالات ذات الاهتمام المشترك اقترح سيد النائب محمد أبو العنين إنشاء مؤسسة مالية أورو متوسطية تتولى إدارة المشاريع وتسويقها وتمويل فرص لاستثمار التجاري أكد كمان سيد النائب محمد أبو العنين خلال كلمته ورئاسته للوفد البرلماني المصري في القمة التمنى لرؤساء البرلمانات للاتحاد من أجل المتوسط في المغرب وعلى فكرة ده شارك فيه 43 دولة ورؤساء برلمانات عدد من الدول ورؤساء اللجان بالبرلمان الأوروبي اقتالب سيد النائب ويأكد على رفض مصر القاطع لأي محاولات لعمليات التهجير القصري للفلسطينيين خارج أراضيهم وأي محاولات لتهديد أمن وسلامة المدنيين وكمان أشاد سيد النائب محمد أبو العنين بدول مصر وزعيم الرئيس السيسي في مواجهة مخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير إخوانا الفلسطينيين قائلا مصر وضعت خط أحمر بشأن تهجير الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية إلى سيناء سيد النائب محمد أبو العنين وجه رسالة قوي جدا للإعلام المعادي من الادعاء بغلق معبر رفح والإعلام اليوم هو إعلام مضلل هذا الإعلام المعادي لا يتحدث عن الحقيقة بل يتحدث عن تضليل الحقيقة لمصالح إسرائيل وخاصة الإعلام الغربي وتمكن الوفد برئاسة النائب محمد أبو العنين من إخراج بيان الختامي لاجتماعات بالصورة اللي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني بعد أن تصدوا لمحاولات بعض الأعضاء لدعم الجانب الإسرائيلي على حساب مقدرات شعبنا في غز كمان من جانبه أدين سيد النائب دياد دين داود تجدد العنف في قطع غز والضفة الغربية والتكلفة البشرية اللي بيلحقها وأصر على ضرورة تطبيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار سيد النائب فاطمة أبو بارك دعت إلى تدفق كافي وآمن ودون أي عوائق للمساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المدنيين في قطع غز سيد النائب هاني أباز أيضا شدد على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور بين البرلمانات وتعزيز الجهود المبزولة بالفعل بهدف جعل البحر الأبيض المتوسط مساحة يسودها السلام والديمقراطية والتنمية المشترك كانت اجتماعات قمة رؤساء البرلمانات من أجل المتوسط على مدار يومين 15 و 16 فبراير الجاري بالعاصمة المغربية رباط شهدت حضور مميز ومؤثر للوافد المصري برئاسة النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب تتكلم على محمد أبو العنين رجل الصناعة فهو دائما أبدا حاضر ودائما أبدا يتحدث عن الدور المصري الرسمي يتحدث أيضا عن الشعب المصري دائما أبدا كرجل صناعة يتحدث عن هذا محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب دائما أبدا يتصدر المشهد في كل القضايا سواء المحلية أو الإقليمية دفاع عن مصر